الحقيقة ما زلت وفكر قبل أيام في ما تفكرين فيه وفكر فيه كثير من الناس إن فعلا إحنا كنا محتاجين نعود ونفرغ دماغنا خالص عشان خطر نتفرغ لأولادنا لأن كلنا بقينا بنكتشف إن أولادنا طلعوا مش فاهمين حاجة يعني اكتشفنا كلنا كلنا مش مش شخص واحد أو حاجة حتى حضرت حتى أنا حتى كده إحنا كن متهيقلين إن إحنا لما نحط ولادنا في مدارس كويس أو تعليم كويس فهم العيل حيبقى أوتوماتيكلي فاهمين وحاجة حلوة كده ولعيل خلاص بقى تفاهم لكن انتظر أن هما في الآخر يعني أنا آسف في التعبير ما بيفهموش خالص يتحس إن مش فاهمين حاجة أو حاجة خالص في الدنيا فأنا كنت بتكلم مع والدي حتى من يومين في القصة دي بقلت شفت إن أولادهم يفاهمين أنا اكتشفت إن هما مش وديان زي ما تقول إحنا بنكتشف أولادنا بنكتشف بعضينا بنكتشف نفسينا فأنا افتقرت حتة حلوة قوي كان قالها واحد من المشايخ زمان من مشايخنا القدامى بقى اللي هم بتوع الدعوة قال كده قال إذا أغلق الله المساجد في وجوه الناس فإنما أراد الله أن ينقل المسجد إلى البيت الله ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينقل المسجد من المسجد للبيت لأن إحنا مهما تقوليلي كنا بنعتمد ند ودي العيل للشيخ اللي في الجامع وخلاص هو الشيخ يدرستهم وخلاص وخلصت معظمنا بهذه الصورة عشان انشغلاتنا سواء كان مشايخ بقى إعلاميين أو كانوا غير كده أو بتاع إحنا كلنا مشغولين كده فالحقيقة القصة اللي جات إجباراً دي بالأمر الإلهي إن الناس تقعد في البيت والناس تقعد مع أولادها فإحنا دلوقتي كل واحد عمال يفكر في حاجة إن هو إزاي ضيع الوقت بتاع أولاده ويعدي المواقف والوقت ده يعدي في إين ودفئي العيل بقى مع بعض بيأكلوا بعضه والمشاكل من هذا القبيل فالحقيقة إنما أراد الله أن ينقل المساجد إلى البيوت عشان تبقى بيوتنا كلها مساجد وإنا حتى كنت أفكر من يومين كده بالضبط أنا وبنتي الصغيرة إن إحنا نختار رقنا كده في البيت والرقنا دي هنجيب فيها سجادة صلاة مكت يعني زي بتاع الجامعة بالضبط يعني مخططة كده وحاجات وحنعملها بطريقة معينة كأنه مسجد كأنه مسجد وهو ده حيبقى المسجد وعملها هي تخطط الصبح النهاردة بتصاحين الصبح تقولي أنا شايفة إن الحتة اللي إنت اخترتها دي مش حلوة الحتة المفروض نختار الحتة دي هي بتاخد بقى بمزاكة عن أي كلام دي جودي الصغيرة رخصة دي جودي عندك كم سنة سبعة سنين هي عملة تفكر بقى فأنا عملة أشغلهم إزاي نعمل المسجد وإزاي نعود وإزاي بابا يقول لكم درس كأننا في الجامعة بقى نصلي وبعدين أحكي لكم بقى زي ما كايني بقول للناس وكده وأنا بدي طبعا محاضرات على الزوم فأورتون ممكن تقعدوا قدامي كأن أنا في مزجد هل لا تستخدم الزوم يا شيخة أشهر ما شاء الله أه عشان مدالة في الانترناشن كلها بتستخدمه أه لا عشان نقدر فتبتدي محاضرات من أه بدي محاضرات على الزوم فأنا بقول أنا بس خافي كون ده إعلان مش إعلان ولا حاجة ده شيء عادي لا 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 أه أنا بدي يعني قصدي أقول ودي حاجة فورفرية يعني مجانا كده أنا بعملها الوجه لا فأنا قصدي إن أنا كنت عايزهم يعودوا كنت بقول لهم إن أنا لما بدي المحاضرة كده فأنا حاسس إن هي جفة أنا مش لأن ما فيش جمهور حقيقي قاعد قداما أنا متعاود أعود في المسجد قدامي ناس بحكي لهم بحكي لهم الموضوع فقلت لهم بس كنا عايزكم تعودوا قدامي وحنتبع طبعا التعليمات اللي قالتها وزيرة الصحة متر بين كل واحد وواحد هنعمل كل ده فأعايز أقول قلت لهم تعودوا قدامي وكي إن أنا بقى بدي كنت المحاضرة أو الدرس وبشرح لكم الموضوع وممكن أخذ ودي معاكم في الكلام عشان يبقى المحاضرة فيها حقيقة فأحقيقة يعني أنا عايز أقول إن ديك منح ربنا سبحانه وتعالى أخرج هلنا من قلب المحنة نفسها فهي وإن كانت محنة لكنها منحة في صورة محنة